الشكر هو وحده الذي يستطيع كل شيء ولا يعصر على أمر ما أحلى أن نكون في بيت الرب شكر رب لأجل الإخوة اللي عم بيجو منصلي الإخوة البعض ما أجو الرب يرتب كل الأمور حتى نقدر أن نكون معا في وحده وفي انسجام لمجد اسم الرب بسوع في هذا المساء حابب أقرأ معكم أي وحدة من أعمال الرسل الصح 9 وعدد 31 سفر أعمال الرسل 9 و31 أمين أمين يقول الكتاب في هذا العدد وأما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سلام وكانت تبنى وتسير في خوف الرب ونعزمك ونشكرك من كل القلب لأنك أنت الإله الحي شكرا لأنك قدوس لأنك حي في وسطنا نشكرك يا رب لأنك أنت تكلم قلوبنا وتعلن مشيئتك الصالحة لحياة كل واحد فينا يا رب بسوع نستودع الكلمة بين إيديك يا رب ونستودع الرسالة بين إيديك لتكلم يا رب بسوع لتفتح أذاننا فنسمع صوتك ونعرف مشيتك نعرف الحق والحق يحررنا يا رب بسوع بطلق روح الإيمان في هذا المساء وبطلق حضورك ومسحة روحك يا رب بسوع ونعلن مسحة على كلمتك وعلى السامعين والمتكلم يا رب بسوع اخفي عبدك ورأي الصليب وتكلم إلى قلوبنا لا نريد أن نسمع صوت إنسان لكن نريد أن نسمع صوت الروح القدس إلى يا رب كنيستك في هذه الأيام إلى شعبك في هذه الأيام نربط بإسمك كل قوة مضادة يا رب موجهة ضد السامعين أو متكلم أو الكلمة بإسم الرب بسوع ونعلن هيمنة الروح القدس على شعبك وعلى عبيدك وعلى كلمتك في هذا المساء لك كل الإكرام والشكر في اسم ربنا يسوع نصلي ولك كل الماجد إلى الأبد أمين رسالة الرب لنا في هذا المساء تحت عنوان مخافة الرب ونمو الكنيسة مخافة الرب ونمو الكنيسة وما زلنا نتابع في هذه السلسلة عن أهمية وجود مخافة الرب في حياتنا كأفراد وفي حياتنا كجماعة وكنيسة وحكينا ثلاث أسابيع على ثلاث خدمات وقلنا أنه مخافة الرب تحفظنا من حياة المساومة وشفنا هذه في قصة إبراهيم وأبي مالك وقلنا أيضا أنه مخافة الرب تحفظ مخافة الرب في حياتنا تعطل الرب اعتبار وإكرام فوق كل بشر وشفنا هذا في قصة القابلتين وفرعون في أيام وجود شعب إسرائيل في أرض مصر وقلنا أيضا قبل أسبوعين مخافة الرب تحفظ الكنيسة في نقاء روحي وشفنا هذا في قصة حنانية وسفيرة في أعمال خمسة واليوم رح نتحدث عن مخافة الرب وتعزية الروح القدس كعنصرين أساسيين لنمو وتقدم الكنيسة بقول زي ما قرأنا أما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة اليهودية منطقة أرشليم الجليل المنطقة اللي احنا عايشين فيها والسامرة يعني الضفة وكان فكان لها سلام وكانت تبنى وتسير في خوف الرب وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر كنائس كثيرة في هذه الأيام بتحاول تعمل يعني برامج تعليمية دورات روحية مؤتمرات تعليمية دراسات ميدانية حول موضوع نمو الكنيسة الأسليب المناسبة والمصادر المؤثرة لهذا النمو وتحكي عن أهمية وجود رؤية وخطة استراتيجية لنمو الكنيسة طبعا كل هذه الأشياء هي مهمة هي يعني بتفيد وبتساعد على نمو الكنيسة لكن إذا الكنيسة ما كانش فيها مخافة الرب ولا تعزية الروح القدس الكنيسة بكل بساطة لن تنمو مهما عملنا برامج ومهما عملنا دروس تلمذي ومتابعات بدون مخافة الرب بدون تعزية الروح القدس الكنيسة لن تنمو لن تتكاثر روحيا لأنه مخافة الرب بتخلي الكنيسة تعيش في نقاء روحي في طهارة روحية وتعزية الروح القدس بتخلي الكنيسة مملوئة بقوة وسلطان الروح القدس تحفظ الكنيسة من الجفاف الروحي وما أحوجنا في هذه الأيامات إلى تعزية الروح القدس تحفظ المؤمن من الفطور الروحي فلاحظ العنصرين المهمين الطهارة والقوة مع بعض في الكنيسة هن اللي راح يبنوا الكنيسة هن اللي راح يخلوا الكنيسة تنمو وتتكاثر الطهارة اللي هي تنتج من مخافة الرب والقوة اللي تنتج من عمل وتعزية الروح القدس هن اللي يخلوا الكنيسة تبنى وتتكاثر وتنمو في هذه الأيام وفي كل وقت بيبقى السؤال بكل بساطة طب شو هن الأسليب العملية شو هن المبادئ العملية عشان أقدر أنا أحقق هدول المبدئين اللي هن مخافة الرب وتعزية الروح القدس عمليا أحكيني إيش عملي شو لازم أعمل أنا كمؤمن شو لازم أتصرف كيف لازم أعيش عشان أقدر أحقق المبدئين الجواب بكل بساطة من خلال تطبيق المبادئ الأساسية البسيطة لاحظ قديش الإيش بسيط المبادئ الأساسية البسيطة اللي الرب علمنا إياها في الكتاب المقدس أحكيكم ثلاث مبادئ بسيطة جدا لكن مهمة جدا وقديش إحنا محتاجين نرجع للأساسات عشان نعرف نبني صح ونعيش صح أول مبدئ بسيط الرب دعانا إنه نعيش إله هو حياة التكريس حياة التكريس للرب بدون تكريس ما فيش تقديس ولا في نقاء روحي مخافة الرب موجودة لمن في حياة تكريس حياة تقديس ساعة مخافة الرب تعلن وتستعلن في قلبي وفي قلبك في حياتنا وبعدين ككنيسة جميعنا معنا الشيء الذي انت بتكرسه للرب الله بقدسه إذا بتكرس لسانك رب يقدس لسانك إذا بتكرس أفكارك رب يقدس أفكارك إذا بتكرس عنيك رب يقدس عنيك إذا بتكرس محفظتك رب يقدس محفظتك أي شيء تكرسه قلبك نفسك روحك جسدك الرب يكرسه بقدسه بلوس بيحكي عن هذا الموضوع فروني 12 واحد بقول فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله يعني أن تقدموا بمعنى أن تكرسوا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية بقول أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية هذا هو التكريس بالتكريس بكل بساطة بصورة عملية وبسيطة جدا أنا لم أكرس أنا أعلن وهذا مهم أنه أنا وأنت بصلاتنا كل يوم نعلن أنا أعلن يا رب حياتي إليك بالكامل كل يوم أنا لك يا رب ولغيرك لن نكون كل يوم محتاج أنا إيش أعمل أجدد تكريس للرب أجدد علاقته مع الرب كل يوم أنا محتاج أقول مع بولوس مع المسيح صلبته فأح يا رب لا أنا بل المسيح يحي فيه أنا أصطب الكبرياء أصطب الإنسان العطيق بأغواءه وشهواته لكي لا أحيا أنا بل أنت تحيا فيه كل يوم أنا بكرس حياتي للرب وكل ما أنا بكون هذا هذا هو دافع قلبي هذا هو إرادتي الرب يعطيني قوة بقدس ويعطيني قوة أن أعيش حياة القداسة فأختبر مخافة الرب في قلبي ليش هذا أمر مهم ليش مهم أنه أنا أعمل هذا الشيء لأنه الرب بكلمنا الرب بكلمنا من خلال الرسول بولوس في رساية كورنتوس الصح 6 اللي كورنتوس الأولى 6-15 بقول إنه هذا الجسد للرب شو بقول ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح أنت في اللحظة الأمنت في المسيح وبيلت المسيح كان جسدك مستعبد للخطيئة والأهواء والشهوات لكن الآن هذا الجسد صار للرب صار للمسيح فلا بد يكون مقدس لا بد يكون مكرس لا بد يكون ملك للرب مش بسيك لكن جسدك هو هيكل للروح القدس لأن روح الله يسكن فينا بعد الإيمان بقول في عدد 19 من كورنتوس الأولى 6 أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله وأنكم لستم لأنفسكم إحنا مش ملت لأنفسنا ليس لأن يسوع اشترانا وافتدانا بأغلى فمن في الوجود دمه الكريم فأنا للرب بعايش بأكل بشرب 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 بروح باجي لكن أنا للرب جسد للرب حياتي للرب عايش وعيني على الأبدية هذا هو التقريس أنا عايش وعارف ليش أنا موجود وعارف الهدف اللي أنا من أجله موجود عايش ومكرس للرب زي ما بتقول الترتيني بقدم نفسي ذبيحة حية ليك مقدسة ومرضية أمامك أنا حياتي ذبيحة الرب ما بده شي أنا نتكرس بعد ما نموت الرب بده الذبيحة هاي يعني جسدي حي وأنا عايش أنا عايش للرب أنا عايش إلك يا رب أنا 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 للرب تقول الترتيني أهتف له من كل القلب هذا مبدأ بسيط لكنه أساسي هل إحنا عايشين لذواتنا ولا عايشين للرب لست لذاتي ولا شهواتي بل ها حياتي ملكك بتقول الترتيني ترنيمي كتيري إن عملة على هذا الشيء بنرنمها لكن هل إحنا عايشينها هل إحنا عارفينها فهمينها مدركينها بكل بساطة كل يوم ذكر نفسك يا رب أنا إلك حياتي إلك بيتي إلك عمري إلك جسدي نفسي روحي إلك ساعدني أضلني بهذا المستوى عايش في تكريس للرب وكل ما أنا أعلنت وجددت تكريس للرب كل ما الرب قدس حياتي أكتر طهر حياتي أكتر وكل ما بسقط في الخطي دغري لا تشمتي بيا عدوة إن سقطت أقوم أقوم أخذ المشتك يطلع يشتكي علي لكن أقول من سيشتكي على مختري الله الله هو الذي يبرر فأنا للرب حياتي للرب بعد مبدأ الثاني بكل بساطة أعيش للرب أقدس حياتي للرب فأنا مخافة الرب تم لقلبي بعدين عندي مبدأ الثاني مهم جدا المبدأ الثاني أعيش حياة الطاعة يعني بمعنى أنا يا رب بدي أطيعك ما كان طلبك يكون أنا أريد أن أطيعك عندي إرادة إن أطيعك جاي مآمن فيك ليس تحت شروط هناك مؤمنين إيمانه المشروط يا رب إحنا بدنا نآمن فيك بس عندنا شروط عندنا طلبات حقيقها إحنا نآمن فيك بس عندنا نآمن فيك الرب يقول لك لا فيك ولا في إيمانك للي بقول هيك طبعا أنا جاي بدون شروط أساسا أنا مين أنا تأعطي شروط للرب الرب أعطى كل شيء من أجلي قدم حياته ممنونين إلك يا رب أنك أنت اخترتنا فأنا جاي ودي أطيع الرب اسمع معاي طاعة كاملة ومش طاعة جزئية هون تقع المشكلة مشكلتنا مشكلة مؤمنين العصر إنه إحنا بدنا نطيع الرب على زقنا بدنا نطيع الرب في الأشياء اللي هي إحنا منحبه بدنا نطيع الرب في الأشياء اللي هي بتناسبنا والأشياء اللي بتناسبناش ملناش نطيع الرب فبنتطيع الرب طاعة جزئية نمشي زي واحد ماشي ولابس نصكم لأ رب بدو يانا نكون إيش نلبس المسيح أنتم الذين اعتمدتم للمسيح المسيح قد لبستم وشو يعني المسيحة قد لبستم يعني أنا حياتي الأديمي دفنت مع يسوع في المي وأنا من أنا أمتنا المي صممت أني أتبع يسوع أتبع يسوع إلى الرجوع أنا عايش للرب أنا إنسان خليقة جديدة في المسيح الأشياء العطيقة قد مطت مشكلتنا مندفل الإنسان العطيق ونرجع من أول مرتان وبدنا نعيش نص نص مع العالم ومع الرب بنفعش بدنا نعيش حياتنا وبدنا نعيش للرب بنفعش لازم نكون إيش أنا لك يا رب بالكلي عايش أنا عايش في العالم لكن لست من هذا العالم فالمبدأ الثاني إن أنا عندي استعداد قلبي إن أطيع الرب طاعة كاملة رب حط الوصايا العشر أول وصية تحب الرب إلهك من إيش كل قلبك ما قالش من نص ما قالش من تترباع من كل نفسك من كل قدرتك وتحب قريبك كنفسك يعني يا بتقدم للرب الكل هو أقدم الكل رب توقع منك تقدم الكل تقولي يا رب أنا بدي أحبك من كل قلبي تب تقولي بس أنا مش قادر طيب بس إرادتك دافعك نيتك إنك أنت يا رب أنا بدي أحبك وكل ما أنا بخل برجع يا رب أجدد عهودي معاك يا رب سعدني مرة الجاي هقوة عشان أحبك من كل قلبي أنا بدي أطيع الطاعة كاملة مش طاعة جزئية أنا بدي أطيعك طاعة كاملة مش طاعة جزئية إذا أنت بطيع الرب طاعة جزئية بكل بساطة إنك نفكر إنك أنت هيك مآمن وكذا بكل بساطة أنت عم تضحك على نفسك مش على الرب ولا على الآخرين لكن عم تضحك على ذاتك تعالي نشوف المؤمنين الكريسي الأولى كيف كانت عايشية أعمال 42 نأخذ أمثلة بسيطة عن حياة الطاعة كيف كانوا عايشين بقول أعمال 42 وكانوا يواظبون يعني وفي كلمة ترجمة الأصلية معا يواظبون مع بعض مش كل واحد يواظب واحد بشنة واحد ببنة لكن معا يواظبون على الأربع شغلات تعليم الرسل الشركة شركة الإخوة والمؤمنين قسر الخبز والصلوات سنة الكورونا قدرت يعني تعملنا خربطة في هذا الموضوع حاولنا نعمل كل وسائل عشان نتحاشى هاي الخربطة في ناس تجاوبت في ناس ما تجاوبت لكن شوف هنا قديش قوة الكنيسة الأولى لما بتعيش حياة الطاعة وفيه التزام وفيه مواظب الطاعة بدأ التزام فيه التزام وفيه مواظب إنه إحنا نعيش على هذه المبادئ البسيطة تعليم الرسل يعني كانوا يتعلموا كلمة الله كانوا يسمعوا الوعزة كانوا يتعلموا كانوا يدرسوا كلمة الله كل يوم أنا عندي وقت بأضي وقت مع الرب أنا ويسوع حتى لو وقت قليل أنا بأجي بسطمع كلمة الرب بتعلم كلمة الرب مننمو في معرفة المشيء نتعلم أشياء جديد نتعلمها ونطبقها ونعيشها ونختبرها في حياتنا بعدين الشركة شركة الإخوة شركة المؤمنين هو ذا ما أحلى وما أجمل أن يسكن إيش الإخوة معا ليش ليش معا لأنه في أمر في شيء إبليس عارفه بتدوشي أنا نكون معا لأنه عارف لمن إحنا في وحدة هو بقدرش يدخل لمن إحنا في اتحاد روحي في قوة الله بتيجي تعزية الروح القدس يأمر الرب البركة الرب إبليس بتدوشي إياك تأخذ البركة بكفيش تسمعنا إذا أنت قادرت تكون معنا في بركة غير عادية والإخوة اللي بيحضروا الاجتماع قدروا يميزوا أنا والواحد لمن كنا نعمل الاجتماعات على الزوم ولا على الفيسبوك كيف كان الوضع ولمن إحنا رجعنا على الكنيسة عام عالم تاني ليش لأنه الرب بدينا نكون معا هناك أمر الرب بالبركة لأن حضور يأتي حياة إلى الأبد لمن قدروا يعيشوا هذه الأشياء والصلوات رح نحكي عنكم أكتر بالتفاصيل أربع مبادئ قدروا يعيشوا أربع مبادئ إيش صار بقول نتيجة التزام المؤمنين وطاعتهم بقول وصار خوف في كل نفس هي مخافة الرب هي هذا في مخافة الرب الكنيسة مش بس مخافة الرب وكانت إيش عجائب وأيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل هي قوة الروح القدس ظهرت مواهب الروح أيات وعجائب ومخاف شو اللي خلى مخافة الرب وقوة وتعزيات الروح القدس طبعاً لمن سيف أيات وعجائب تتعزل وتتعزاش هاي بيت ترتفع إيمانك وبتروح تهلل وإذا عندك عكازي ترقص بالعكازي ليش؟ لأنه في تعزينا يا عمي شفنا قوة الله شفنا حضور الرب شفنا نعمة يسوع شو اللي بيخلي الكنيسة تنتعش مخافة الرب وتعزيات وقوة الروح القدس كيف هدول بتحركوا؟ مبادئ بسيطة بس نطبقها بس إحنا مشكلتنا مش عارفين نمشي صح الرب قولك التزم تعلم كلمة الله خليك قريب من المؤمنين خليك بشركة مع المؤمنين اكسر خبز وصيي الرب أوصانة اصنعوا هذا لذكرة يعني عملنا كل أحد صبح في ناس تشتغل الأحد طيب عملنا كل أول سبت بالليل ما شو اسمه فيه فيه إغلاق طيب عملنا على على الزوم اجتماء كسر خبز عملنا في ناس سيني كاملي ولا شفت شيلي شيلي وينك تتصل فيه بردش تبعث له هدعوات بردش بتزوره مش موجود مش عارف يمكن فيه اختطاف مش عارف إذا خططت فأولا مش عارف أنا تب وينين يا تب وينك في مرة في أخت قلت لها من شان يعني يسوع تعمل معروف أترجاكي إذا أنت قريت الهدعة بس قوليلي إن أقريت عشان أعرف أنه فيه حدا عم برد علي جماعة اشفقوا علينا ردوا علينا خلينا نعرف هل أنتوا معنا أم مش معنا كيف إحنا بدنا نكون معا لمن إحنا وبالآخر إيش بتلاقي الإخوة إيش تعبنين وغزاء وحالتين والشيطان ضحكان عليهم وأكذيب وينك يا رب وكل الصلوات اللي صليتها سنين طويلة شو يعني الرب يعني على الفاضي راحات طبق قبل شهر أكلت رز من لخي وكبة وحشوة وكذا يعني هي بتتكفل السنة الجاي هالأكل كل يوم تأكل كل يوم بأكله ولا لا نحتاجين نتغذى من الرب كل يوم إذا الرب بركك في الماضي هالبرك يعني عبيت بنزين قبل الجمعة بدل لك ماشي شهرين في السيارة لنبدأ كترجع تعبي بنزين إذا نحتاجين نحن نيجي للرب باستمرار في طعام نحتاجين نأخذ ونتقوم الرب والرب قول إيش رب يعطي بسخاء ولا يعير نتيجة هذا الأمر بقول جميع الذين عدد أربعة واربعين آمنوا كانوا معا آمنوا ومش كل واحد أبصر وين لكن معا حتى لو فيه بعد اجتماعي لكن فيه وسائل التواصل ومخيف نقدر نكون معا في وحدة وفي إيش كان كل شيء عندهم مشتركا عطاء رهيب إيش فوق الخيال بعدين ستة واربعين وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحد يعني لم يكن فيه كنيسة مبنى كنيسة في ذلك الوقت كان في الهيكل فملتزمين حتى لو أن الهيكل يعبدوا فيه النموسيين والفرسيين لكن ملتزمين في بيت الرب يعتبروا بيت الرب وبعدين يكسرون الخبز في البيوت لأنه لم يكن مسوح يكسر الخبز في الهيكل فقالوا ونحن لا أريد أن نجعل ولا تمنعنا أن نعمل ونطيع الرب هذه الطاعة الكاملة يعني تمموا كل شيء الوحدة يمكن الذين في وعز يحتاج تشجعه وقفه 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 لماذا عندما يأتي السيس معتبر ونصوم جمعة ونأتي قبل الاجتماع ونأخذ فترة صلاة ونأخذ يا رب بارك وربي بارك عندما نحن من الإخوة في وعز ولا نهتم لشيء لماذا يعني ما السر ليس كسل لا ليس بقصة تكسل هناك مفاهيم واختلفة وفي خياره فقوس من نقي إحنا اللي بعجبني أنا بسند واللي بعجبني بحطه على جنب هل هدي روح المسيح لا ليس هاي روح المسيح روح المسيح أسندوا الضعفاء شددوا بعض ادعموا بعض صلوا بعضكم لأجل بعض لأنه لما أنت بتروح نص الاجتماع لأسف يسوع بروح معاك يسوع بظلوا بالكنيسة بكون موجود معنا فأنت بتروح لحالك بغض النظر السبب طبعا فيه أسباب طارقة قهرية نحن مش عم نحن 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 ظاهرة متواصلة وين نحن من هذا الكلام اليوم شوية القدمة شديدة لكن بكل بساطة كرس حياتك للرب احضر كل الاجتماعات تعال قادر تحضر احضر احضر اكسر خبز يعني اعمل كل جهدك تكسر خبز يعني حتى القليلة مرة بالشهر اعمل كل جهدك تكسر خبز لأنه هذا هو تقبر بموت الرب إلى أن يجيب بعدين الصلاة عملنا اجتماع صلاة يعني سنة كاملة بعض الاخو منسجموش على الزوم هذا الموجود جود من الموجود بيقولك يعني الصلاة يحتاج انه حلو كل واحد يصلي الحال لكن يحتاجين نصلي معا عارف لماذا لأن صلاتك انا بتلمس قلبي بتبارك بتشجع صلاتي بتشجعك بتشجعك وصلاتك بتصدقوني في بعض الاخوة او الاخوات لما بيصلوا صلات بسيطة لكن طالعة من القلب صدقوني بتلمس قلب يسوع قبل ما تلمس قلوبنا احلى واقوى من صلات ربع ساعة وتلت ساعة منمقة لكن مش طالعة من القلب بساطة فليش تحرمينا من صلاتك يا اخت العزيزي يا اخ العزيز ليش تحرمنا في مرات عنا خجل جرأة انه نصلي تلقائي عندي حل كل اشي اكتب الصلاة في البيت وقعد اكتبها ولما نيجي الاجتماع الثلاثة تعال وقالها بدأ اكبارك من صلاتك من صلاتك محتاجين نوقف معا كانوا يصلوا معا لما كانوا يصلوا مكانش بس بطرس ويعقوب يوحنى يعقوب قتلو والباقي كله قاعد مش عام بصلي لا الكل كان يصلي مش محتاجين احنا نصلي يعني عارف ما مشكلتنا انه نصير نقارن بعد هداك صلى أبثر كيف نحن 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 نصلي صلاته اه خلص او ايش اعرف ايش انا غلطان احنا محتاجين انه نكسر هذا الحاجز لانه الوحيد الربحان منه هو ابليس وانحنا بدناش ابليس يربح بدنا نبارك بعد بدنا نستط الحلو صدقوني انا شفت كدب اجتماعات صلى هيك انت اخوي بسطة يعني بتفرفح قلب الواحد لما بتشوف ويصلي زي ولد صغير ما احلا اذا انا قلب كيف اكيد قلب الرب كيف كتير يعني محتاجين انه نرجع للبساطة بقول هون بساطة 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 عقدنا حياة الامان والامان بدوش تعقيد بدو بساطة بدو توضع بدوش روحانية مش انه بس انا بدي احضر اجتماع فيه اياته معجزاته ونبوات واذا لا انا هذا الاجتماع مش مستوي طيب روح مع السلامة لا احبة بدنا بساطة ليش لان انا محتاج اخد اخوي الصغير البيبي واسند وقعد واشجع وقوي عشان هو كمان يتعلم اذا لا انا بجيش لا انا كمان محتاج هو يسمعني كيف اصلي عشان هو كمان يتبارك لا يوجد احد يخلق متعلم لكن كلنا نشجع بعض نعلم بعض نبارك بعض يمكن هذا الاجتماع انا مش قادر اصلي بس انا حضرت الاجتماع لانه بصلاة الاخوي انا اتبارك اتخلص الاجتماع الصلاة ولا انا اياش متعز طب احنا محتاجين الى بعض عشان نقدر نكمل مع بعض سامحوني اذا انا يعني هيك انفعلت النقطة الثالثة هي قلنا كل بساطة التكريس والطاعة مش ايش صعب واكون حساس للروح القدس منفتح لعمل الروح القدس مع ايدش الدنيا ما حطش عشرين تحليل الروح القدس لما يتفاعل معاك جاوب معاك بقول الكتاب عن الروح القدس طبعا مش راح احكي عن ما هو هذا الموضوع بس مقتطفا يبكت العالم على ايش على خطي وبر ودينوني قل بالاجتماع وروح الرب والأخت ايمان عم بترنم والفريق عم بسبح روح القدس ذكرك في شغلي بكتك فيها تجاوب معاك لا تتجهل لا تتشرب ماء كما عملت نفس الاجتماع أو تغير الموضوع تجاوب خليك حساس روح القدس يبكت روح القدس بيحزن بقول عنه ينطفئ روح القدس بيقودنا يكلمنا ويكلم قلوبنا لما نروح الرب بكلمك قل له رب كلمني وابدأ تعود اسمع صوت الرب بكلمك من آي بكلمك بفكر بكلمك في 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 توجه بقودك بإحساس بشعور فأنتي بتبدأ تفهم على الروح القدس الروح القدس بيقودنا يرشدنا إلى كل الحق هدهش احنا محتاجين نعمة في الحق وين الحقيقة يروح الرب ارشدني وين الحقيقة وين الصح وين الغلط يعلمنا كل شيء يذكرنا بما قالوا يسوع مرات انت متلبك ويعني وتعبان ويشعار وبتحس إلا الرب بحط آي بذكرك في آي وهي الآي بتكون زي نور الريمة تعطيك كلمة واه آه رب 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 كلمني رب وجهني تذكرت وعد من الرب تمسك فيه عشان هيك احنا محتاجين نكون حساسين لصوت وقيادة الروح القدس هذه المبادئ التلاتة البسيطة التكريس والطاعة وانفتاح لعمل الروح أكون حساس لروح الرب حياة التكريس حياة الطاعة الحساسية للروح القدس رح هقدر من خلالها أختبر مخافة الرب وتعزية الروح القدس العنصرين اللي بدون هنا الكنيسة لن تنمو لن تنطلق لن تتكاثر زي ما بقول في كورونتو ستاني خمس احدعش بقول هاي الآية فإذ نحن عالمون مخافة الرب عالمون يعني أنا عارف عارف شو معنى مخافة الرب نقنع الناس عالمون مخافة الرب نقنع الناس بمعنى وجود مخافة الرب في قلبي هي اللي بتولد في قلبي غيري متقدي إن أنا بدي أبشر بدي أشهد بدي أحكي عن يسوع تكسر حاجز الخجل والخوف وصغر النفس وتعطيني الدافع مش قادر ما الذي يجعل هذا في قلبك مخافة الرب مخافة الرب اللي في قلوبنا فإذ نحن عالمون مخافة الرب أنا عندي معرفة مخافة الرب أنا بخاف الرب نقنع الناس بعدين الناس قدر تميز أنت حقيقي ولا مزيف قدر تميز أنت بتحكي من قلبك وبتحكي كلام صادق ولا كلام مجرد حافظه وتردده مثل أي أسطواني أو أي إشتاني زي ما فيه ثلاث عناصر بالمقابل فيه كمان ثلاث أعداء اللي بيع بيمنعوا الكنيسة تنمو وتتكاثر ثلاث أعداء أول شيء حياة الجزدانية أو المؤمن الجسدي أي فيه بالكنيسة مؤمن جسدي ومؤمن روحي مش أنا اللي بقوله الكلام لكن بولوس بيقول هذا الكلام في كورونتوس الأولى ثلاثة واحد لأربعة بقول أيها الأخوة وأنا أيها الأخوة فيه مشكلة كان بكنيسة كورونتوس مشكلة كان عنده مواهب كثير لكن كان عنده مشاكل أكتر بقول أنا أيها الأخوة لم أستطع أن أكلمكم عم بيحكي معهم أخوي مؤمنين لم أستطيع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين وبيبدأ يحكي إيش هدول السيمات هن كأطفال في المسيح يعني أنت المؤمن جسدي بعدك بيبي روحيا بيبي يمكن تكون أنت في فكرة حالك بعرفش شو لكن بقول أطفال في المسيح سقيتكم لبنا يعني حليب لا طعاما الباب اللي فيش عنده سنام بقدرش يوكل لحمة بشربوه حليب لقول لأنكم بعد تستطيع لأنكم لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون شو قدر تكون قوي كبير بالإيمان بالإيمان بل الآن أيضا لا تستطيعون لأنكم جسديون شو مواصفات المؤمن شو يعني الببدر من المؤمن الجسدي بقول بكمل فإنه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر كانوا عاملين أحزاب وشلل في قلب الكنيسة بعدين بكمل لأنه متى قال واحد أنا لبولوس وأنا لبولوس وأنا لصفا فلستم جسديين أحزاب خصام حسد إنشقاق لماذا هذا وانا لن أفعل هذا ودائما هناك أخوة أريد أن أعود أن أعود دائماً لدي مشاكل دائماً هناك أحد يزعلني منه يا زعلين من حدا يا حدا أحد يزعلان منه يعني هناك شيء يعملون فيه غير إيش غير مشكلة لعمل من مشكلة للمشكلة خصام 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 إنشقاق هذا 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 جسديين جسديين قال لي مين بولوسو مين أولوسو مين صفا إحنا كلنا للمسيح مقدمين بعضكم بعضاً متواضعين يعني بقول لك مش لازم واحد يرد نفسه عشان يرد أخوه وين هاي وين هاي القيم راحت في مجتمعنا في أيامنا في علامنا اليوم صارت شبه من قردة لأنه إحنا صرنا نعمل مثل البشر لكن لازم نرجع بدكم تكون كنيسة للمسيح الحقيقية لازم نرجع لقول يا رب حط مخافتك في قلوبنا عشان نقدر نحقق المكتوب ملانا بتعزية وقوة الروح قدس عشان نقدر نعيش هاي المخافة ونشوف قوتك في وسطنا نقدر نعيش حياة مختلفة هذه المعطلات فالمؤمن الجسدي بعطل بعطل الكنيسة عن النمو والله يا خمسة بيحكي بإسها بديش أطول في هذا الموضوع بيقول لا تضلوا يا إخوتي الله لا يشمخ عليه بيحكي عن الجسد يشتهد ضد الروح والروح ضد الجسد بيحكي عن أعمال الجسد وبيحكي عن ثمر الروح بعدين بيقول فإن الذي يزرعه الإنسان بأعمال غلاط يا ستي إياه يحصد أيضا من يزرع للجسد فمن الجسد يحصد فساد ما عايش حياة الجسد راح تاخد فساد بالآخر شو راح تستفيد لكن بيقول من يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية هذا اللي إحنا بدنا بدنا نشد الكل لكون من هذا النوع نزرع للروح نزرع لا نرد أنفسنا لكن نعمل لأجل وفيه يثق إنه فيه بالسماء إليك مكافآت لأنه الرب راضي عنك لأنك عايش ما خافت الرب لأنك عايش بك مؤمن روحي فالرب يحمينا من المؤمنين الجسديين والرب يحول كل حياة جسدية فينا أو تصرفات جسدية وهي صلاتك يا رب أعطيني أكون مؤمن روحي أعطيني أن أصبوا لكي أحيا الحياة التي أنت دعوتنا إليها العدو الثاني اللي بعطل نمو الكنيسة هو الكسل وهي السنة يعني سنة الكورونا فزعت السنة في موضوع الكسل في كل أصعدته وفي كل أنواعه يعني تعودنا نحضر اجتماعات ونبث اجتماعات ونوعز منين من بيوتنا يعني فعلى مر السنة كان صار عندنا نوع من الأشي اسمه الكسل أصدقوم أغير أوعاي وأمكي جهالي وأضبط أموري وألبس جاكيت وأضبط وهاي وأسوق السيارة وأسافر على كفرسيف عمّا معي كبسة تيك اللي أنا الاشتماع موجود وهو حتى بالبيت أركز أكتر كسل كسل لأن نخدم الرب كسل لأن نبشر على المسيح خلص يعني صار في ازاي تعرف تعودنا تعودنا قسل لأن نقدم البكورة بكورة وقتنا للرب فضين لكل شيء مرات حتى ما في الشيك نفس أفتح الإنجيل وأصلي كسل عدو بيقيد الكنيسة وكسل إنه إحنا نخدم بيصير وأغلب الأخوة مرتاحين في كسل وكل اللي بيخدم بهالكنيسة اتنين ثلاثة كل الحمل عليهم فبشو بيصير فيه بيصير فيه عبئ محتاجين لأن نرجع ننهض نشد مع بعض ونخدم مع بعض نصلي لبعض نوقف ونخدم حتى الكسل روح ويكون فيه هناك نمو وفيه هناك نهضة وصحوة روحية وانطلاقة روحية في الكنيسة عدو الثالث بسرعة هو الجهل الروحي بقول الكتاب فيهو شعر 4-6 هلك شعبي لإيش لعدم المعرفة الجيل اللي طالع اليوم الله يسطر جيل لا يقرأ الكتاب في جهل روحي كامل لكلمة الله شبه كامل ناشي نقول كامل مش عارفين هويتنا في المسيح مش عارفين مكانتنا في المسيح مش عارفين سلطاننا في المسيح مش عارفين مين إحنا في المسيح نتيجة الجهل وعدم المعرفة فالمؤمن العيش في جهل روحي هو مؤمن سطحي في تفكيره سطحي في اختباره اختباره مع الرب سطحي سطحي في تعاملاته وإبليس بكل سهولة بيضحك عليه يا ما شفت مؤمنين ومؤمنات إبليس ضحكان عليهم. ضحكان عليهم. أقول يا أختي إبليس ضحكان عليك. قال لا حق عرب. إبليس ضحكان عليك. إبليس ضحكان عليك. أخوة مؤمني. إبليس ضحكان عليهم. لذلك يقول يا ضل إن أمكن المختارين. لماذا؟ جهل. عدو يجعلك الضل. فهذا المؤمن الذي يوجد جهل هو ينكتر أن إبليس يضحك عليه. هو ينقع في السقوة في الخطيئة. هو أنه يضل عن طريق الإيمان. يبعد عن الرب. يبعد عن الاجتماعات. لماذا؟ لماذا نرى؟ أضع أسبابه. نحن نصلي الرب يحرر الكنيسة وكنيس شعب الرب في اليهودية والجليل والسامرة من كل هذه الأعداء في اسم يسوع. من الجهل باسم الرب بسوع. من الكسل ومن المؤمنين الجسديين. والرعب يرجع مرة ثانية بخوفه. مخافته في قلوبنا. يرجع مرة ثانية بتعزية وقوة الروح القدس في حياتنا. حتى ترجع مرة ثانية. ليس فقط هذه الكنيسة لكن كنائس باسم الرب. أنا أخذها كلمة إيمان. أما الكنائس التي كانت كنائس في الجليل. اليهودية والسامرة والجليل. كانت تبنى. كانت تبنى في خوف الرب. وفي تعزية الروح القدس كانت تتكاثر. هل هذه الفترة الكنيسة كانت ماشية في ظروف سهلة؟ لا. كان في اتهضات. كان في ضيقات. كان في مقاومات. لكن الخوف الله. تعزية الروح القدس وقوة الروح القدس كانت أقوى من كل هذه المقاومات. بدل ما الكنيسة تتقلص وتتحجم. لكن الكنيسة صارت تتكاثر وتزداد. وتنطلق بقوة أكبر. هذا اللي يجعلنا أننا نغار على عمل الرب. هل لدينا غير يا رب أن تنهد الكنيسة؟ هل لدينا غير يا رب أن تنهد عملك في وسط بلادنا؟ في منطقة الأوتس. في منطقة الجليل. في منطقة الضفة يا رب تعال. في هذه البلاد الدولة العربية حوالينا. يا رب أن نرى عمل. حقيقة. نريد أن نرى الكنيسة ترجع. نريد أن نرى مجدك يرجع. حضورك يرجع. هيبتك ترجع. نرى يا رب سوع عملك وعمل الروح القدس. نرى النفوس ترجع. نرى مؤمنين ملتقلين بالروح القدس. هل هذا هو جوعنا وعطشنا؟ محتاجين نقول يا رب سوع تعال بخوفك. املأ لوبنا. املأ كليسنا. املأ بديوتنا. املأ حياتنا. تعال بنقاء روحي. تعال بتعزية وقوة الروح القدس. ثمر الروح القدس عمل. مسحة الروح القدس ترجع مرة تاني. ونرجع مرتان نعيش حياة الطاعة. نرجع مرتان نكرس حياتنا كل يوم. نرجع مرتان نكون حسسين لعمل الروح. نتفاعل نتجاوب مع الروح القدس. عشان نشوف من جديد مخافة الرب. وتعزية الروح القدس تملأ اجتماعاتنا. ولما نيجي نكون معا الرب يكون في الوسط. لما الرب يكون في الوسط. فرح التلميذ اذ ايش. شو بدنا اكتر من هيك. الرب موجود. حاضر في الوسط. هيبته موجودة. يوزع خيره على شعبه. ويوزع تعزياته على شعبه. يشبع ويغير. يحرر. يشفي. يخلص. يبارك الرب. بارك الكنيسة روحيا. بارك الكنيسة ماديا. بارك الكنيسة عددا. نوع وازدياد وكثرة وانتعاش ونهضة. إلى هذا اليوم. نحن من ثمر هذه الكنيسة الأولى. التي بدأت في أورشاليم. والرب يرجع بمجده. لأن مجد البيت الأخير أعظم من مجد البيت الأول. لكن نحتاجين نعمل الخطوة الأولى. اقتربوا إلي. اقترب إليكم. نحن نرجع إليك. حط في قلوبنا من جديد مخافتك. حط في قلوبنا من جديد تعزيات الروح القدس. جميعا نصلي. جميعا نصلي. مبارك اسم الرب بسوع. يا رب إلهنا الصالح القدوس البار. نأتي إليك في هذا المساء. جايين يا رب بسوع بقلوب منكسرة أمامك. جايين يا رب بسوع بنفوس متضعة أمامك. جايين نرجع إليك يا رب نقولك من فضلك. يا رب بسوع حياتنا بدونك جفاف. سراب بسراب. وحياتنا بدونك ما إلها طعم ولا إلها معنى. اجتماعاتنا بدون وجودك ما إلها طعم ولا إلها معنى. يا رب بسوع حياتنا بدون عمل روحك القدوس. بفش إلها يا رب بسوع تأثير. لكن تعال من جديد. حط في قلوبنا خوفك. ازرع في قلوبنا حياة نقاء وطهارة وقداسة. نعلن في هذا الليل. اعلن معي يا رب إحنا منكرس حياتنا إلك من جديد. راجعين إليك من جديد. راجعين إليك من جديد. راجعين إليك من جديد. إحنا إلك شعبك ولغيرك. لن نكون كنت عم تسمعنا اليوم أو كنت موجود معنا في هذا المكان. كرس نفسك من جديد. كرس حياتك. كرس مواقفك. أعضاء جسدك. نفسك. روحك. كيانك. بيتك. عيلتك. يقول يا رب السوق أنا راجع. أما أنا وبيتي فنعبد الرب. إحنا إلك. راجعين حتى تقدسنا. ويا رب قلبي إن أطيعك. طاعة عمياء. أطيعك مهما كلف الثمن. أطيعك. أطيع وصياك. وأخضع لمشيتك. وأعيش بأماني. أماني أمامك يا رب السوق. وأنفتح لعمل روحك. قوة وعمل روحك الكدوس. أدعو روح الله. يا روح الله تعال من جديد. املأني. املأني. طهرني. قدسني. نقيني. تعال من جديد يا رب. حط يا روح الله مخافة الرب في قلبي. لكي أعيش في استعداد وفي صهر روحي. لكي أحيا في ملء مشيتك وإرادتك. حتى الكنيسة. كالجماعة ترجع معا. في قلب واحد. في وحدة واحدة. في روح واحدة. في انطلاقة واحدة. لكي يا رب سوع. نرى قوة روحك وحضورك. هيبتك. ومجدك يرجع على الكنيسة. ونرى اسم يسوع تعظم. وكما كان يقول الكتاب. وكان الرب يضم إلى الكنيسة كل يوم. الذين يخلصون. اختي مع هذه الكلمة في هذه الليلة. بختم روحك الكدوس. اطلقنا من هذا المكان بملء قوتك وحضورك. أعطيني يا رب حياة الجدية. انزع كل كسل. انزع كل حياة جسدية. انزع كل معطل يا رب سوع. كل جهل في اسم الرب. حط جوع وعطش في قلوبنا. وقلوب شعبك في هذه الأيام. كبار وصغار شباب وأطفال. لا إلى الطعام ولا إلى الشراب. لا إلى العالم ولا إلى كله يا رب فاطل. كله باطل لكن إلى كلمتك. إلى حياة الشركة معاك. إلى التواجد في محضرك. هناك يا رب سوع. واحدة سألت من الرب وإياها. ألتمس أن أسكن في بيت الرب. إلى مدى الأيام. يختم علينا بختم روحك. وإطلقنا بملء قوة حضورك. ليتمجد اسمك القدوس وسطنا ولك منا كل الإكرام والشكر والتسبيح. باسم ربنا وفادينا يسوع المسيح نصلي. والآن أقول مع بعض. نعمة ربنا يسوع المسيح محبة الله الآن. وشركة الروح القدس تكون معنا. وتدوم فينا أجمعين. إلى أبد الآبدين. آمين. وثم آمين. ربي بارككم. سلام مسيحكم معكم وشددكم. يعطينا نعمة. أنا وأنتم. جميعنا. حتى نقدر نعيش الحياة اللي الرب دعان إليها بالطريقة الصحيحة ليتعظم اسم يسوع. له المجد. إلى الأبد. أمين.